احنا امام حقيقة واللي احنا موجودين في بداية حقيقة للتغيرات المناخية يمكن اللي كنا بننادي بيها من فترة ازاي نتجنب هذه الاضرار وان كانت قد وقعت بالفعل اولا السبب الرئيسي احنا عندنا دلوقتي احنا خلينا نتساءل هو في شهر تسعة كنا بنشوف الكلام دوت لا يعني ممكن يحتص امطار في المنطقة الشمالية عندنا بشكل كبير جدا في الشتاء وده طبيعي وبنسمع عن نوة قاسم ونوة الميلاد نوات وبتنزل امطار كتيرة جدا بالمناسبة بس ده الطبيعي ده طبيعة المناخ في بلدنا لكن كن ان احنا يبقى هذا الشيء موجود في بداية شهر تسعة اللي احنا ما زالنا في عز الصيف هو ده المشكلة وده بيخلينا نقول ان في سببين اساسيين اول حاجة تغير المناخ على مستوى العالم بزيادة درجات الحرارة قاربنا من درجة ونص على مستوى العالم فده طبعا زيادة درجات الحرارة بيأثر على حركة الهوى بالتالي لما حركة الهوى تختلف هتختلف معها حركة الصحب وحركة الامطار وحركة السيول وكمية المية اللي خارجة او اللي هتطلع الى طبقات الجو العلي الحاجة التانية يعني السنة دي ظهرت ظهرت النينو اللي هي المية بتدفع في منطقة استراليا في المحيط الهادي ونتيجة دفع المية في هذه المنطقة دي ظهرت طبعية بتنتقل الى امريكا الجنوبية الرياح اه المية بتنتقل لما بتنتقل في هذه الفترة بيحصل بخر جديد جدا وبيحصل امطار وسيول في مناطق وفي اوروبا واسيا قد تحدث امطار وسيول او جفاف بيصل الى حد حرائق الغابات فاحنا عندنا يعني سببين مهمين جدا لهذا التغير الذي حدث واللي احنا بنقول يعني احنا عدنا بنقول ايه تطرف المناخ يعني اصبح المناخ كأنه متطرف يعني ما بين الحدة والشدة وما بين اللين يعني بس احنا وصلنا الى مرحلة حتى ما يسمى بالغليان في المناخ وبالتالي دول الظاهرتين دول هم اللي اصدروا ونحن نعتقد انه قد تحدث هذه مثل هذه الظواهر بعد ذلك وفي اوقات اخرى نتيجة هذا التغير الى ان ينتهي السبب الثاني اللي هو ظاهرة النينو في شهر ابريل من العام القطر لانها بتقعد فترة حوالي 8 شهور او 10 شهور من فيه الى ان تنتهي هذه الظاهرة لكن طبعا تغير المناخ مش نقدر ان احنا نحن نتكلم حتى قبل الهوى طبعا عذر المقاطعة ظاهرة النينو احنا طبعا باقينا بنتابع هذا المصطلح مؤخرا بما ان العالم كله بقى مهتم بقضية المناخ لانه بدأ يشوف اثارها وتدعياتها بالفعل بس هذه الظاهرة هل كانت يعني هي ظاهرة موجودة من زمان جد موجودة ظاهرة طبعية موجودة ولكن حدتها زادت اوي يعني الحدة نفسها زادت نحن باقينا بنتابع هذه التدعيات بهذا الشكل فهل يمكن التعامل مع زيادة حدت ظاهرة النينو او هل يمكن التعامل اصلا مع زيادة حدت هذه التدعيات النجامة جراء تغير المناخ الحقيقة احنا مش هنقدر نتحكم في الظاهرة يعني انا مقدرش اقول ان النينو لازم نعمل واحد اتنين تلاتة عشان يعني تقف الظاهرة او المية ما تسخنش في المنطقة وتنتقل لمنطقه دي حاجة مش بيض البشر ولكن ايه هو اللي نقدر نعمله احنا عندنا حاجتين مهمين جدا اول حاجة لابد من نظم انذار مبكر تخلي الناس تعرف امتى سيحدث هذا الحدث وامتى هيتحركوا لحماية انفسه اعتقد ده كان مطلب ومخرج من مخرجات كوبتو انتيس بالضبط احد التوصيات ان يبقى فيه هيمدوا الدول الافريقية والدول النامية بنظم انظار مبكر لان الكارثة بتحدث نتيجة الناس مش عارفة ايه الاجراءات الواجب اتخاذها علشان احمي نفسي يعني مثلا لو انا عارف ان المنطقة دي هيبقى فيها سيون ممكن ما رحش المكان دوت ممكن ان انا انتقل من مكاني الى اماكن اخرى اسمها اماكن الايواء اللي بتوفرها الدولة علشان يبقى فيه بالضبط انتقال لها ونازل يبقى فيه رعاية صحية لا وبالتالي اول نقطة اللي هي نظم الانظار المبكر المتقدمة واعتقد دلوقتي بنسبة كبيرة جدا بنقدر نعرف متى واين سوف تحدث العاصفة صحيح بنسبة كبيرة جدا مع الاقمر الصناعية ونظم وبالتالي لابد من الدول ان هي تسعى جاهدة وده امر اصبح اساسي في ظل تغيرات المناخ ان يبقى فيه نظم انظار مبكر بتقول لنا ايه الحدث وتقول لنا ايه اللي ينبغي ان احنا نعمله كمواطنين عشان نقلل من هذه التدعية دي اول نقطة نقطة التانية البنية التحتية يعني هي البنية التحتية النهاردة حالك بتشوف كان زمان في اسكندرية فيه البلعات بتاعة الماء اي كمية ماء بتنزل بعد عشر دقايق ممكن ما تلاقيش فيه ماء وبالتالي يعني الدولة بتبزل كل الجهد ان بترجع نظام البلعات تاني والمصارف اللي هي البلعات بتاعة الامطار وفعلا في اسكندرية اعتقد دلوقتي هذا المشروع ماشي بقاله فترة بس احنا برضو كمواطنين علينا بقى ان احنا نحافظ على البلعات دي ما نسدهاش يعني احيانا بيجي ناس ترمي سورياني مثلا حاجات فيها فبتتسد لما تتسد يبقى خلاص يبقى انا يعني ما كان الحاجس ما عملتوش يعني صحيح وبالتالي لابد من بنية تحتية قوية تستوعب تدعيات هذا الامر وبالتالي اذا كان صرف صحي اذا كان رعاية طبية اذا كان مساكن ايواء اذا كان مناطق معينة انا اقول حاجة كمان مهمة ان احيانا الكارثة بتحصل نتيجة تحرك السكان وليس العكس بمعنى انا ممكن فيه مخر للسيل ممكن جدا السيل ده ما استغلش بقاله كذا سنة فهي ناس تروح تبني في هذه الاماك طيب السيل جي فطبعا اكيد هيجرف ايه هؤلاء الناس وهيجرف هذه المامنة وبالتالي برضو لابد من ان السكان يبقى عارفين واعتقد ان في بعض المناطق في سينا وغيرها وغيرها في البحر الاحمر بيبقوا عارفين المناطق دي بتنزل فيها المية شكلها ايه كل سنة اشتركوا في القناة